في هذه الصباحات كل الأباء وكل الأمهات اللي هم دايما بيزعوا لإنشاء جيل واعد وجيل متفرد يمكن إحنا من خلال كلمة جيل ويكون واعد ويكون متفرد اليوم قصدنا نستهدف جيل المدارس وولاد المدارس وولاد المدارس جيل العطاء هم إن شاء الله القادم يقوى في مستقبل مشريك هذا جيل يحتاج أنه نتحضر ليه زي ما بنقول نجهز ليه نحضر مدارسنا ومناهجنا وكتبنا ونكون مستعدين عشان ما نمشي خصوصا إذا كان في وباء وجائحة عالمية مسيطرة علينا فهي يكون في هم لكل الناس الأباء والأمهات والأمهات والأمور بصعامة وكل الأشياء اللي يكون عاوزوا يشوفوا أن الاستيناف هيكون كيف للمدارس إذا كان مرحلتين الأساس أو أيضا مرحلة المرحلة الثانوية في انتحانات جاية في مواضيع قديمة تحت إجلاس وبيئة مدرسية فيها حاجات كثيرة جدا عاوزين نعرفها ونكون حاضرين فيها والإدارات المسؤولة برضو تكون جاهزة في المواضح دي بيكون في قلق يعني طالما إنه فيه امتحانات كانت على الأبواب بالنسبة للأساس وبالنسبة للنسانة وبنتأكيد فيه قلق من الآباء والأمهات وحتى المدارس والقائمين على أمر الطلاب عموما في المدارس وعموم حتى في وزارة التربية والتعليم وتضامن مع وزارة الصحة وخلق بيئة يكون فيها نوع من التأمين وبيئة احترازية عشان كده إحنا اليوم هنصديف الأستاذ عماد الدين محمد خير هيكون معانا هو مدير مدارس بحري هيكون معانا من خلال هذه الإصلافة هنتكلم أكثر عن هذه الترتيبات ما بين وزارة الصحة وما بين وزارة التربية والتعليم لأنه نحن مقبلين بالتأكيد في الأيام الجاية لإمتحانات الشهادة السودانية والأساس أهلا بيك وصباح الخير مرحب بيكم نعوير دون أهلا بيك أستاذ عباد الدين سعادة جدا بيك في صباح الشروع ونبدأ مباشرة من الترتيبات هذا بيكس طبعا لكل الناس المطابعين تحديدنا ريالي مور وأنتم أيضا كواحدة من الشريحة المجتمعية مهمة جدا المعلمين في بلادي اللي دائما بنرفع لهم الأكفي بالتحية يعني ففي عدد كبير جدا من الترتيبات أكيد جارية الآن بينكم بين وزارة التربية والتعليم والصحة أيضا لإقامة الانتحانات للأساس فنجيب على مدى الاستعداد أولا بسم الله الرحمن الرحيم وبيهن السعين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين بس أنا أحيب الصح معلومة صغيرة ذكرتها للأستاذة هنا اللي هو إن أنا أنا مدير مراحل مدارس بحر لا أنا مدير المرحلة الثانوية بحري مدير المرحلة الثانوية مدير تعليم المرحلة الثانوية نعم أهلا بك طبعا بالنسبة لما يلينا نحنا الأساس ما عندنا معاو علاقة مباشرة لأن أخواننا ونتواصل معاونا كده لكن التجهيزات بتاعتنا دي دي يكون منفصل براهو لأنه بدي ما عارفين المرحلة حيالية المرحلة الثانوية ومرحلة الأساس كل مرحلة عنده شنو اختصاصاته وطرقا ما أقدر أفتيكم صراحة في المرحلة الثانوية لو كان في معانا أستاذ حسن محرزيني اللي هو مدير المرحلة الأساس بي بحري كان ممكن يفتيكم عن الحياة تحت المرحلة الأساس نحنا تشغلنا كله ونصبفشنه في المرحلة الثانوية في محلية البحر يعاني نعم عايتكم بطلسين بس المرحلة الثانوية مرحلة الثانوية مع اللي البحر طيب يعني انا انا اسئلات كلنا نكون عن المرحلة الثانوية تكون في المرحلة الثانوية طيب استحية لكم وطبعا طلاب الشهادة السودانية واستعداداتهم هي استعدادات مهمة كبيرة جدا فخلينا برضو نتكلم عن الترتيبات دي وكيف الاستعدادات ونحنا في ضل هذه الجائحة كيف يتم التوعية وكيف يتم التعامل لأنه معروفين الانتحانات صاحا تطلبة ونقومون قاعدين جميعا هذا الكلام يتعلق باللجنة الصحية في المقام الأولى وزارة التربية المتحان غومي لا يزيل مرحلة الأساس كل الولايات يتحدث توقيتها بالنسبة للمتحان الشهادة السودانية هناك حاجة خاصة في كل السودان فبالتالي الناس عندما تغرر نقطة هذه يجب أن تخطي حسابها كل شنو التفاصيل حتى هذه اللحظة طبعاً نحن يكون تاك بين وزارة التربية وما بين وزارة الصحة فمتى ما بيقى الظروف مواتية يعني بفترة كافية الناس تعرفين في امتحانات يوم كذا بس بنطلب من أولادنا وبناتنا الطلاب يعني الفترة أنا معهم فترة طويلة بتاعت إجازة وفي خمول حصل وفي تكاسل حصل وربما نقول بالقلون العذور طبعاً واحد ما فيه تخت يعني يوم محدد الامتحنة حتى الآن أجل غير مسمى يعني فبالتالي يكون فيه تراخي نحن بس ننصحوا إنه في الفترة الجادية اللي واحد يحاول على الأقل لو قرأ أربع ساعات في اليوم ساعتين صباح ساعتين مساء بيتكفوا يدخلوا في شنو في الجو بتاع الجرائبة حيث إنه لما يعلن عن الامتحانات تكون هو يكون شنو آآ الصامباء يعني جاهز طيب رؤيتكم كإدارة للمرحلة الثانوية بمحلية بحري الامتحارات الوقت الأنسب لاي أنها تتحدد مئتين كمفترح أنتم عاوزنا تقدموك كرؤية تنم عن خبرة يعني ومهنية في هذا المجال مهنية حقاية لكن الخيارات المطروحة كل خيارات أصعب عنا طيب يعني otros لو قلنا شهر السبعة هو دو الأنسب هو برضو ما مناسب وكذلك أحسن الخيارات مالا السيئة لأنه دخلنا شهر السمانية بخشثة الخريف متاعب الخريف ممكن نجيك طالي مدخل سوي أنه المطر الصبت أو وش وعالك المواصلات معها في المرنبيزات ممكن نحن دارنا نشوف زاوية شوفكم انتو انا بقول لك زاوية شوفي انا ما زاوية شوفكم انتو نحن دينا شنو عشان ما اتحدث بيسمك شنو جميل ونحن عندنا معطيات معينة نحن شنو يعني سخط بتاع سيكة حديث ما نقدر شنو نطلع منهم امتحانات هي ما امتحانات بس اها امتحانات وبعد امتحانات بيعقوبة تصيح تصيح والتصيح نفسه بيكون في مدارس التحدث يشوف ونحن نحن امتحان ما فتا characteristics التسعة الناس تكون جيد ستقد den التغيييات الجديدة ك được giment التغييم الجديد يبدا شهر تسعة انت مدارس تكون شغالة كيف وعندك انت ما هو رح bugün تصيح تكون عباة عن سكن للمعلمين كل خيارات تطيق تعب cum accom اما لو دخل شهر تسعة فيقبأ معنات العام الدراسي بيرمت وشنو يتأجل لقدامه فكل الخيارات صعبة أنسبة طيب يعني في حاجة مهمة ممكن يتكلم عنا في بعض المدارس أنا أقول كل المدارس كان في بعض المواد معلقة يعني في ناس كانوا مع الامتحانات في ناس أخدوا النتائج في ناس عندهم مواد معلقة يعني امتحنوا مثلا 3-4-5 مواد في مادتين 3 أو مادة على الأقل ما امتحنوها الوضح كيف ينزل بلادين؟ نطلع فوق غرار بدري يعني قال تغريبا بداية المعال الجائع طوال الناس أخذت فيها غرار يعني لأنه بيقين أمر واقع ما عندنا فوقه شنو خيارات مدارس يكفت والطالب يمتحنوا جدو المتحانات وجدو ما امتحنوا فبيقل لأن المدارس الأصلا الطالب نتيجة بتأخذ من الفترتين الفترة الأولى والفترة التائمة المواد المتحن فوق الفترتين تطبع النتيجة عادية والمواد المتحن فوق الفترة الأولى فقط الفترة الأولى تتضرق فيه اثنين هو ما الحل الميسالي مية في المية لكن أفضل الحلول يعني ما عندنا شنو خيارات تاني الخيارات الباقية كلها شنو صعبة كون إنه كان ينتظر لغتس عشان يمتحنوا كان حيكون صعب صح لا ما صح لغتح حتى هذا اللعزة هو الأهم شهادة نفسها يعني نسا ما تحدث اليوم فما بالك كان برضو نقول ناس الفصول الصغيرة يمتحنوا يوم كذا فراينا نحن الحال الأنسب يعني المقام في الاتماع بتاع المحليات السبعة بتاعت الولايات رأينا إنه المواد اللي يمتحنوها هاو تتصح عادي ومتحن الفترة الأولى دائد الفترة تاني المواد المتحن الفترة الأولى فقط دي تتضرب المادة في اثنين وتقبديا نتياتنو الفترتين مع بعض جميل، طيب عاوزين نتكلم عن البورة التحتية للمدارس الثانوية بمحلية بحري بصورة عامة إلى أي مدى أنتم رعادينا عنا إلى أي مدى أنتم أيضا ساعين لتطوير بعض البورة التحتية لبعض المدارس؟ طعام بحري بتتقسم لمناطب يعني في بحري المدينة في بحري شمال في الأرياف يعني في بعض المدارس الأرياف أجمل بكثير جدا بياتها أحسن بكثير جدا من المدينة وفي بعضها العكس في بعضها نحن ما راضين عنه نهائيا طبعا دمار بتاع ثلاثين سنة ما سيتغير بين يوم وليلة نحن عندنا مدرسة مثلا اسمها العقيرباب دي في الريب بتاع بحري مدرسة عني تعتبر أية من الجمالة يسرى منها في الريفة البعيد جدا من بحري قريب لثلاث ساعة عندنا المدارس الغلبي بحري يعني واحد ممكن نقول لك بذوم بغلاء لو عطس ممكن المدرسة ذاتها تتقع يعني في حاليا يعني شغل شغالينا فوق الناس ناس تنمية وحتم بارثة أنا كنت مع المهندس فعندنا نحن في ثلاثة مدارسة سيعاد إنشاءها بالإضافة لواحدة رابع أصلا ما موجودة وبالإضافة لأصلا واحدة شارفت على انتهاء يعني من هنا لنهاية شهر ستة في انتهاء لها مدرسة كافور السانوية للبنات عندنا مدرسة داردوك دي أصلا ما مبنية نعم فحيبدأ فوقه في الأيام الجائدية في مدرستين اللي هما شمبات والدى السايح وعندنا دروش هاب ينوب في هذا جديد المدارس هيعات تشييدة من جديد في شكل ثلاث طوابط عندنا الناس ريف الشمال بيزات أهلنا في وضرهم لدي المدارس وطبعا اتدمرت نهائيا في السنة فاتد بواسطة السيول والأمتار صحيح فعندهم مدرسة تحت وضرهم لبنات دي حتتبني في الجوز الشرقي من مظلات دوكول إن شاء الله في الأيام الجائد بالأضافة لأعمال الردميات أنا أعتبرها هي أهمة كمان يعني فطريبا بدت نظر حيجين خريف يعني حيجين خريف وكتا جسمون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كانت تبدأ يعني قبل كده بكتير جدا لكن جاءت الظروب بتاعت الحظروب بتاعت الجائحة فأخرناها يعني لكن السحية بدت طريبا في كل الولاية وبدت الردميات تخش في شنو في المدارس طبعا حسب الحوجة في مدارس محتاج لربميات تقيلة في بعض المدارس محتاج لربميات خارجية مدرسة بعثون الموية ما تخش من بر المدرسة إلى داخل مدرسة وهكذا نعم في الصيانات اللازمة العاجلة للخريف يعني نحنا السنة فاتت دخل بعض المدارس الدورية فبعضها صورة الوقع يعني في بعضها كانت بتصب من فوق يعني مدنى مدرسة مبنية بونة جميل جدا مدرسة السيدة خديجة في الدروشاب ولكن أسف شديد الأعمال بتاعتي كانت أنا ما عارف أي ضمير غايته وما سكنوا المدرسة خطمها فالمدرسة جميل جدا لكن الطالب يكون الموت الطالب يكون تندلها المؤمن أستقف يعني إن مدرسة مظبوبة يعني استقف صببة لكن بس هو نخلا نمش لا حتى طيب نتكلم عن الحياة نجاوز لكن أنا بطمن الأمور حاليا بالذات يعني كلام ده أخر مرة كنت أجل المهندس مبارع ففي عمل سيانة في كل المدارس بعضها نعم 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 أحسنت أنه كان ما فيه من كاتب في بعضها في فصول حيات أهيلة في بعضها شغالين في فصول جديدة فالعمال شغال إن شاء الله بنتهت توقع نعم تطمين لكل أو لهم فيه وبرضاً ما أنسى أذكر الجهد الشعبي يعني نحنا تتعود في التعليم بأنه الجهد الشعبي تضافر لمجلس الأباب مجلس الأباب مجلس الأباب المجلس المغاومة للتغيير ويجعل كلهم يلعب دور كبير جداً يعني أنا أشهد مثلاً اللجان المغاومة في المزاد يعني عادوا تهيئ الأربع مدارس في المزاد دين سنوات ويأتي اتنين شنو أساس يعني ونبدأ كده اللجان المغاومة في باقية المناطق عملت شيء مالهم مشاب لكن برضو ما دمنا نطمع ونطمع في شيء يكتر إن شاء الله ممتاز يعنينا دايماً بنقول إنه المعلم أو المعلم أو الأستاذ أو المرب الفاضي هو اللي دايماً جبلت نفسه للعطاء بدون توقف يعني وهو دايماً كان مظلوم في يعني في هو ما بقدر يتوقف عن وظيفته لأنها تحتمر وظيفة يعني في المقامة الأول تربوية لكن بنلقى للأسف ما مقيم يعني من ناحية الرواتي من الوقفة اللي هو بقيفة من الرسالة اللي هو بؤدية وكذلك الإعلاميين برضو أو بعض الإعلاميين يعني لكن خلينا نجب في المرتبات وزيادتها ومعكاس على المعلمة السودانية هي طبعاً دي أنا بعد طبيلة طفرة يعني يعني ما ظنها حصلت في دولة من دول العالم المعلم يعني نحن لو نمسك كوادر أو كدريات حكومية يبطرد في الدرية الأولى في وزارة الزراعة يكون المرتب نفسه بتع الدرية الأولى في وزارة التربية نفسه في وزارة الإعلام وهكذا كان هناك تفاوتات فاضعة جداً نحن كونا ساعين في المعلمين أنه المفارغة دي مالا تزول فكان وعدنا شهر أربعة والحمد لله في شهر أربعة المفارغة دي زالت تماماً طبعاً لكي تنفس وإنه في شهر خمسة يعني أنا بضرب مسأل بنفسي أنا مرتب خمسة مرات وشوية صراحة كنا منصرف ملالي أنا شغل أربعة و تلاتين سنة مرتبك أنا أقلبنا أربعة ألاف يعني وفي نفس اللاحظة بتلقي إنه واحد في درية الثانية في وزارة الزراعة بيصرف بأضعاف مرتبك أمرات ومرات كل اللي عمل إنه نحن ساونا بالدريات الوظيفية وفرد تكونوا على فكرة هو طبعاً للدول اللي بتحترم التعليم دائما يكون مرتب المعلم وضع المعلم في المقام الأولى في المقام الأولى يعني أنت لو لاحظتوا بتكون في وصل التواصل الاجتماعي بصفة عامة كده الفرحة اللي احتلت المعلمين لأنهم كانوا فعلاً مظلومين مظلومين في كل العهود يعني مش عادل ينغاز فقط يعني في كل عهود كان المعلمين مظلومين يعني يعني حتى مرتباتهم في بعض الأحيان لغاية يوم خمسة صهر ما تصرف يعني يكون أكشول الشهر الجديد مالو دخل وهكذا والعملية مستمرة عملية التعليم مستمرة والعملية مستمرة والأساس لا يستطيع التوقف صحيح يعني لا يستطيع التوقف يعني في ناس المستشفيات مثلا ممكن الطباء عندما يضربه يأخذوا مجموعة معين لها لحالات الطارية والحالات الحرية وكذا في التعليم مع المستقبل بتعجيل صحيح يعني الناس كان مجبرين لتواصل العمل رغم الضغوط المادية الفضائع جدا والحمد لله سعني الوضع حسن كثير جدا ونتوقع أننا برضو يكون حسن منك لأنه حسب كلام وزير المالية سيد البدوي نعم فقال حتى الأجور دي حتراجع لشنو بيصفة مالة دورية بحسنو تواكب المسجدات إن شاء الله بإذن الله نحن دايما بتحميل الأمنيات بالخير لكل معلم في بلادي كل من حمل القلم أو التباشر لي يرسم لهذا الوطن أحلام المستقبل ويربي أيضا أبناء المستقبل إنه أنا أزيد المرتبات أضائف الأجور عما إلى ذلك هذه النقطة إيجابية لكن بناء العقول أيضا ماذا وأنا يعني لا أريد أن أختم هذه النقطة باستفهام أدعك أن تتكلم عنها أنت فقط ماذا عن تدريب المعلمين يعني في السنوات الأخيرة أيضا للمراغب والمتابع غلت هذه الغلت تدريب نوعا ما أو لم يكن موجود؟ ما نكون واقعين هو كان تدريب شكل يعني ما ممكن تدريب لك معلم في ثلاثة يوم يعني حتدرب في ثلاثة يوم يعني يعني بعتبر أنه كان أي نوع تدريب المعلمين أنا شخصيا كنت بعتبره نوع من نوع المأكل يعني كون في تدريب لك ذول في ثلاثة يوم وفي حاجة مثلا يقول لك المغارة جديدة يجي ذول المدردر المدردر يقرأ من الكراس الصباح الأولى كذا وكذا كذا كانوا نحن نعرف نقرأ نعرف أنا مرة اقتردت على كلامتك وكاننا نحن نقرأ لكما تقرأ لنا المغارة جديدة يعني، نحن نشوف المغارة جديدة يدرس كي يجب ويحرج، لا يمكن أجاب سؤالي عنه فالتدريب هو عملية مستمرة لا يتوقف نهائيا طيلة ما الموظف، المعلم بس كل الأي زول يبطرد يكون تدريب ماله مستمر والتدريب في المقام الأول دافع ذاتي لو الدافع ذاتي ما موجود الباقي العمليات كلها لا تكون ما لها والهم من ذلك أن تحديداً لإحتلالات التدريبية أنا أريد أن أدريه الأستاذ ناقصه شنو؟ ناقصه الشيء الثلان مثلاً نحن قبل فترة عملنا تدريب في السبور الزكي التدريب في السبور الزكي ده يتطلب حاجات أول وما يعرفه لا يستطيع التعاملين مع السبور الزكي وهي بطلط التعاون مع الكمبيوتر مثلاً لأنه مطرد يحضر حصة بعد كيف يوصل إلى الكمبيوتر وفي برامج ماله معي فكان يتطلب إنه يأخذ أول حاجة تدريب الحديد حتى يطلع إلى السبور الزكي في ده حد داته ما كانت موجودة يعني يتلمى كمية من معلمين يدخلوهم في دارة تدريبية تكون احتياجات ماله مختلفة وبالتالي تبدأ الاستفادة منها بيكون صفر يعني أنا بذكر قبل في تركيا لأجدت أستاذة ضربتية تلفون قلت لين جاء علي وقلت لها بر المكتب قلت لين كنت في الدورة التدريبية دية ولكن لي قلت نفسي دربتها قبل شهر مع نص الدكتور وبالتالي أنا ماشا ما قاعدة يابع مريضة التنسيق للتدريب لا ممكن ذلك تكون دردتوا قبل شهر تبع المطلوب لازم تبقى فيه استمارات بتاعت قياس الهتئيات تدريبية مثلا قبل فترة عملنا استمارة بتاعت قياس الهتئيات تدريبية للكمبيوتر طبعا الناس بتتفاوت فيه ناس بتكون ممتازة فيه ناس بتكون وسط فيه ناس بتكون حتى الهتئيات فبعد ذاك نحن نقسمه لشهر الفئات الناس اللي عندهن خلفية هيكون الناس الممتازين عشان يدون برامج أكثر تطورا وهكذا دبعا انتوا راضين عن شكل التدريب يا أستاذ معا قاعدك شكل التدريب الحالي نوع التدريب كيفية التدريب الحاجة ديتوا خلاص راضين عنها تماما لا الحال طبعا نحن ما راضين عنه يعني أنا ديب مثال بسوط جدا يعني إذا كان دور خلاص اللي نحن نحن علمناها عندهن الإي تريننج دي شغالهه سنوات يعني نعم هيس اللي هو تدريب الإلكترون يعني تدريب الإلكترون نحن بعدي منه كل البعد لانه أبسط مثلا نحن النت بتاعنا تعبان جدا عشان انه المتدرب لي يخش ويأخذ الشغلانية من النت بالنسبة له نحن هيأخذ زمن لغاية دوائر دي تمشي وتنتهي يا دوبي كبدتان وهكذا نحن عندنا البنيات الأساسية نفسها تعبان في الدولة نفسها تعبان لكن هذا كلام لا يمنعني أنه نحن نخط ونخطي الشماعة ونحن نحن نحاول نحن نزيل العقبات بإمكانات المالة المتوفرة هذا سيحصل إن شاء الله التدريب نحن نحن خط أحمر نحن نتراجع عنه نهائيا نحن 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 we got it نحن 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 الأساسあ해야 Language في في النهاية الأساس أفعل طلبة يكون هناك تغيير في قู sala في اسلوب الشرح وتفاصيل كثيرة طالما تحديثنا عن الإلكترونيات والشبكة أو الأعلى ولودوا كما نؤلف وفي بعض المدارس لا سنتين أو أكثر بدوا بالتحدث iting المناهي الكتاب المدرسي بدوا بالكتاب الإلكتروني حظر مدارس الحكومية من هذا الكتاب الإلكتروني وكيف سيتطبق ونحن نحن لدينا مشكلة في التدريب طبعاً نكون واضحين أنه لسه أبدل على شوية أن تتطبق حتى بالنسبة عشرة في المئة لأنه محتاج للميكانيات التولى أن تغفر الكتاب الإلكتروني دي ملحية مالة السهلة لكن نحن من نتطلع دائماً لأفضل يعني حتى في مدارس كثيرة جداً مثلاً فيها سبورة ذكية وما مستخدمة السبب الأساسي يكون أكثر من 80% من المعلمين الموجودين في المدارسة ما مدربين على السبور الدكي عشان شنو استعمالها مثلاً أنا في باحلة تدريباً عندنا نقريب لها 8 طائر سبور دكي في المدارس لكن أسبب الشديد المتدربين على ماله بنمشي نرجع للتدريب هي العملية مالة الأساسية يجب أن تدريبهم إذا توفرت السبورات الدكية المفروض طبعاً التدريب يكون حاجة تضامنية ما بين المحلية وما بين الوزارة والمدرسة نعم 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 هنا يدريب حول حياة ما تکول ليه أستاذ فيلندية مستوى تعباء طيب أنت عملتاً اشنوة عشان أستاذ فيلندية مستوى اشنوو يصلح ايوة أو ما تقول لي أستاذ فيلندية مثلاً مستوى تعباء ما به�서 يودي مدرسة نموذجية طيب أنت ما وديت مدرسة مدرسة نموذجية أنت ما أهلتوا أصلاً أنت ما أدر توديه عشان ما تضري الطالبة النموذجية ونكلم أيضاً أنت تعضري ليلة طالبة في المدرسة جغرافية ونحن ندرينا التخيميس في التعليم ممنوع لذاته تغضن لحتة ثانية أنه نحن في المحجات السبعة كان عمل مؤتمر يسمى مؤتمر أصحاب المصلحة المشتركة اللي هم التلميذ والمعلم والإدارة بالمرحلة وبالإضافة للوزارة والأمور والمجتمع نعم ومن دمن المخرجات اللي يجاد الناس دي كلها كانت طالب بإلغاء التمييز بين الطلاب فيما يعرف البدع الإنغازية ولمدارس النموذجي نعم نحن في محلية بحري في محلية البحري طلعت التوصية بالعلغاء المدارس النموذجي في محلية البعض طلعت التوصية بالتوصية بمشابه نحن رفعونا توصيات للمتمر بإطار الولاية أخبر الحمدل أن أكتر من 95% من توصيات المحلية البحري كانت موجودة لأيانت التوصية بإطار الولاية لا تتخيلوا لما أعلن كان البندة الأول إلغاء المدارس النموذيذية والفتوطول الخاصة بها إلغاءها ضجت بالتصفيق قريباً ربع ساعة صح لأنه هذا عبارة عن تمييز وأنا أعتبره مثل تمييز العنصر واحد لأنه أنت تمييز لي بين طلبة في مرحلة مهمة جداً من العمر وبنفس المقابل، أنت تمييزت واندل لو اهتمت بغيرهم برده لأنه يكون مهمة جداً لكنك تحتميت بذلك توفر لهم الكنب والكراسي وتوفروا الكتب والأساس المدربيين وذلك تعملوا الهمال تام صحيح وكيف يكافي في المجتمعين حتى تظهر المجتمعين يكون هناك ماتين خمسة وستين وكيف يكون هناك مدرسة أو مزيارة فيه حتى يكون بوعب على الأهل صحيح والطالب نفسه يكون مخمار ومشوش أظهر إلى ذلك في ذلك العملات بعد أن هناك شيئاً مستغرابة بالذات لفصول الخاصة في المدارس المنظرية حسناً، أنني لدي كورسي في مدرسة حكومية وأستطيع أن أدرس فوق الطالب ويزبمن ويدفع لماذا يجب الطالب أن يقرر فوقه مجاناً؟ وطبعاً الأسفة الشديدة التي أريد أن يكون ماشية لأن التعليم بدلاً من خدمة يقرر التعليم مصدر ماد الأسفة الشديدة وكانت ماشية في إجراءات لأن ترتفعها نهائياً ما؟ من التعليم وهذا حصل فعلاً؟ هذا كان حاصل هذا كان حاصل الخاصة هي الفاردة نفسها بالضبط حتى المدارسة الحكومية أبداً يقول لك أن الكهرباء يتخذ في المدارس كهرباء تجارية جيداً والذي يدفع منه يدفع أفضل يدفع الأمر أن الناس تقعد تشحد في الكهرباء وفي ذلك ليس جميلة أن الناس تقعد أساسية في المدارسة الكهرباء أنا أحب أبشر الأول الأمر بصفة عامة كما كان السنة الفاتحة المتحان النهاي السنة الأولى والثاني كما ذكرت المتحان المتحان كان مجاني تماماً الطالب لم يتحق حتى المدارس التي استعجلوا أو تسلموا رسوم من الطلبة أمرنا أن نترجع الرسوم هذا الكلام سيستمر على طول إنه مدارس الطالب يدفع رسوم المتحانات لا وطالب يدفع رسوم كهرباء لا في الكلام الترغاني في السبعة الفات في الإجتماع إنه سيكون نسرية مخصصة للصرف بتاع المدارس نعم نتمنى ذلك وفي الختام وعلى عجال أيضاً نطلح لك الكلمات أخيرة وسريعة أيضاً التعليم 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 التعليمي بتلعب دور كبير جداً مهما كان الباقي الباقي الفاسيكتس متوفرة والبيئة نفسها ما متوفرة بالتعليم سيكون مشكلة نحن نحاول بقدر إمكان نحسي من البيئة المدارسية في الكثير الريفاث الناس حاولت بحر بيزات نعم وفرنا السلطول مدارس كل المدرسة بيننا عدة سلطول حسب الحوجة الغصم اشترك كان عشر لكن في بعض المدارس كانت قاحلة ودناجك زيادة أيضاً لدينا محدد كراسي ودراج كما تسمى دراج إجلاس نعم حالياً لدينا كتب السنة التي حتذرت لفارة فردنا أنشطة مدرسية ولكنه كان قد أفضل تحصول المسابقة بتاع كورة طائرة ومسابقة بتاع الصغافية في المسابقة كانت بتاع جداريات والطلبة جابه فهو إفداع ما أصلاً ما تتخيلون أن الطالب في سندية يكون عنده الموهب العالي جداً حتى اتقسبت اثنين حتى المدارس الخاصة كان عمان دلون فعاليتهم براون مدارس الحكومية عمان دلون فعاليتهم براون فكانت حاجة يعني جد جميل جداً وبرضو كان عندنا المهرجان الجلاز دي كان برضو كان في المسابقة الغزائية يعني والطريب جداً أن الفائز اللي هي كان ممسابقة بتاع الطبيق يعني الطبيق نعم الفائز الأول والثاني كان أولاد وليس تزعمات دي يمكن من الحياة الجميلة في التعليم برضو والأنشطة الأخرى ممكن المعارسات طلاب كنت تحفزهم معنوياً إحنا سعيدنا جداً بهذه المساحة الترويرية بالنسبة لكل الناس اللي بتتابعنا وإهتمام الناس بامتحانات الثانوية أو الشهادة الثانوية وأعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنقصاً وعقولة طبعاً للمعلم بتأكيد له التحية والتقدير والحب والاحترام شكراً لحضورك معنا هنتواصل من خلال فقراتنا دائماً المعلم بيعمل على العطاء عشان من خلال هذا العطاء بيحكز جيل واعد بيتعكز على المجتمع بكل تفاصيله المختلفة كل تأكيد